التقى سفير المصري في بروكسلا بدر عبدالعاطي كلا من منصق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب وسكرتيري عام مساعد حلف شمال الأطلنطي للتحديات الأمنية البازغة ورئيس التنفيذي لوكالة الدفاع الأوروبية وذلك لبحث ملفات مكافحة الإرهاب والأمن السبراني والدفاع والأمن وقد ناقش عبدالعاطي خلال اللقاءات المتنوعة سبل تحقيق المزيد من التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في ملف مكافحة الإرهاب والتطرف وتعظيم الاستفادة من الرئاسة المشتركة المصرية الأوروبية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب والتي تستمر لعمين كما صارد السفير المصري النجاحات التي حققتها مصر في مكافحة الإرهاب والتطرف اعتمادا على المقاربة المصرية الشاملة